السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكوا سنة خمسة النهاردة ان شاء الله هناخد نص طريق المعالي ونص طريق المعالي كتبه الشاعر محمد عبد المطلب محمد عبد المطلب هو شاعر مصري توفي بالقاهرة عام 1931 وله ديوان شعر وروايتان وعمل مدرسا وشارك بالحركة الوطنية طيب دي معلومات عن الشاعر تعالوا كده مع بعض نقرأ الأبيات ونعرف الأبيات بتقول ايه النص عندنا بيقول ان كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا واضب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلة كن بالعلوم ولوعا ترقى المقام الجليلا واتعب النفس فيها تلقى الجزاء الجميلة العلم للمجد باب يا من يروم الدخولة والحر للمجد يسعى ويسهر الليلة طولة لولا العلامة سهرنا بالجد ليلا طويلة تاني ان كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا واضب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلة كن بالعلوم ولوعا ترقى المقام الجليلا واتعب النفس فيها تلقى الجزاء الجميلة العلم للمجد باب يا من يروم الدخولة والحر للمجد يسعى ويسهر الليلة طولة لولا العلامة سهرنا بالجد ليلا طويلة اول بيت عندنا تعالوا نشوف المعاني بتاعته بتقول ايه ان كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا يعني ايه تبغي تبغي يعني تريد والمعالي معناها الشرف والرفعة والمعالي كلمة جمع مفردها المعلى واهدى يعني اكثر هداية ومضدها اضل يبقى ان كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا طب يعني ايه سبيلا؟ سبيلا يعني طريقة وجمعها سبل وتنفع برضو أسبلة أول شطر عندنا إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلة يعني ده أول بيت يعني إذا كنت تريد الوصول إلى الشرف والرفعة والمنازل العالية فعليك بالعلم هو أفضل طريق إلى ذلك واضب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلة يعني إيه بقى البدة واضب يعني استمر ومضدها انقطع ومجدا أي مجتهدا ومضدها كسولا ممكن متخازلا برضو طيب أطلبه يعني ابحث عنه ودهرا يعني زمنا وجمعها دهور وأدهور يبقى معنى البيت ده واضب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلة أي استمر في طلب العلم وظل أن أنت تطلب العلم طول عمرك وطول الزمان وأنت تطلب العلم يبقى علينا دائما إن إحنا نفضل نطلب العلم ونستمر في طلب العلم كن بالعلوم ولوعا ترقى المقامة الجليلة يعني إيه بقى كن بالعلوم ولوعا؟ يعني خليك دائما بالعلوم ولوع ما له إيه؟ يعني إيه ولوع أصلا؟ ولوع يعني شديد الحرص ومضاد ولوع كاره يبقى ولوع يعني شديد الحرص ومضدها كاره ترقى يعني تسمو وترتفع ترقى يعني تسمو وترتفع ومضاد تركة تنزل المقام أي المنزلة والدرجة وهي كلمة مفرد وجمعها المقامات والجليل أي العظيم الجليل أي العظيم وجمعها الأجلاء ومضاد الجليل الحقير يبقى بقى معنى البيت ده ايه؟ كن بالعلوم يولو عن ترك المقامة الجليلة أي أنك تظل دائما شغوف بالعلم نفضل دائما شغوفين بالعلم علشان نوصل للمنزلة العظيمة العالية يبقى الأبيات الأولانية إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلة واضب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلة كن بالعلوم ولو عن ترك المقامة الجليلة أي ينصحنا الشاعر بأن إحنا إذا كنا نريد الوصول إلى المعالي والدرجات الرفيعة فالعلم أفضل طريق لذلك ونصحنا بالاستمرار والمواظبة على طلب العلم باجتهاد وأن نكون حريصين على ذلك حتى نصل إلى المقام الجليل طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف البيت الرابع بيقول إيه؟ وأتعب النفس فيها تلقى الجزاء الجميلة طب يعني إيه تلقى؟ تلقى يعني تنال تلقى يعني تنال والجزاء هو الأجر والسواب وجمع الجزاء الجزاءات يبقى أنت علشان توصل للعلم لازم تتعب ويكون فيه تعب ومشقة في طلب العلم وأتعب النفس فيها أكيد طلب العلم مش هيكون براحة وبسهولة لازم يكون فيه تعب ومشقة في طلب العلم وذلك أنك تلقى الجزاء الجميل يعني دي هتوصل للوتنال الأجر والسواب العظيم من الله وفي الدنيا أيضا طيب بعد كده بقى البيت اللي قابل كده بعد كده بيقول إيه؟ العلم للمجد باب يامن يروم الدخولة يعني إذا كنت تريد أن تصل إلى المجد فعليك بالعلم العلم هو طريق الوصول إلى ذلك طب يعني إيه يروم؟ يروم يعني يطلب العلم يعني يروم الوصول إلى المجد يعني يطلب الوصول إلى المجد والمجد هو الشرف والرفعة وجمعها الأمجاد يبقى والعلم للمجد باب يامن يروم الدخولة هنا صور إن المجد ده لباب إيه هو بابه؟ العلم يبقى العلم هو باب الوصول إلى المجد وإذا كنت تريد الوصول إلى المجد وهو الشرف والرفعة فعليك بطلب العلم طيب البيت اللي بعد كده بيقول والحر للمجد يسعى ويسهر الليلة طولة الحر مضدها العبد وجمعها الأحرار والمجد زي ما قلنا إنه الشرف والرفعة الحر دائما هو من يسعى للمجد ويسعى للشرف والرفعة يعني علينا كلنا إن إحنا نسعى للشرف وللرفعة ويسهر الليلة طولة طبعا في مقابل إنه عايز يوصل للمجد لازم يبذل من وقته ومن ليله ونهاره للوصول للمجد فيسهر الليلة طولة يعني أن يسهر الليلة بطوله ولا ينام ومن عادة الليل أن يكون للنوم والسكينة لكن من يرغب في الوصول إلى المجد وفي طلب العلم فعليه أن يسهر الليالي من طلب العلا سهر الليالي يبقى ويسهر الليلة طولة أن يسهر الليلة بطوله في طلب العلم لولا العلا ما سهرنا بالجد ليلا طويلة أي معنى ذلك أن العلا هي الرفعة وعلو المنزلة ومضدها الحقارة والجد والاجتهاد ومضدها الكسل يعني يا من تريد الوصول إلى العلا فعليك بالتعب والاجتهاد وصهر الليالي يعني لولا أن نحن نريد أن نصل إلى العلا ما سهرنا مجتهدين طوال الليالي إحنا علشان نوصل للمجد والرفع والمنزلة لازم أن نصهر الليالي ونتعب ويكون في الموضوع في مشقة وتعب للوصول إلى المجد تعالوا بعض كده نفهم الأبيات كلها على بعض مرة تانية إن كنت تريد الوصول إلى المعالي فالعلم هو أفضل طريق لذلك وانصحك الشاعر أن تواظب على طلبه وتستمر على طلبه باجتهاد على مر الزمان وأن تكون حريصا شغوفا بالعلم حتى تصل إلى المنزلة العالية والمنزلة المرتفعة وأن تتعب نفسك حتى تلقى الجزاء والثواب والأجر الجميل في الدنيا والآخرة وأنك إذا كنت تريد الوصول إلى المجد فعليك بطلب العلم فهو باب الوصول إلى المجد ومن عادة الأحرار أن يسعوا إلى الشرف والرفعة وعلو المنزلة ويسهروا الليالي حتى يصلوا إلى المجد وأننا لو لا طلب العلا وطلب المجد والرفعة وعلو المنزلة ما سهرنا نجتهد حتى نصل إلى تلك المنزلة العالية تعالوا مع بعض كده سنة خمسة نروح نشوف مواطن الجمال أول بيت عندنا إن كنت تبغي المعالي تبغي المعالي هنا صور المعالي بشيء يتسابق الناس لنيله والحصول عليه يبقى تبغي المعالي تصوير للمعالي بشيء يتسابق الناس لنيله ونيله يعني الحصول عليه العلم أهدى سبيلة ده تعبير جميل يصور العلم بطريق يسير فيه الإنسان ليصل للمجد والرفعة واظب وأطلب دي أفعال طب أفعال إيه؟ أفعال أمر يبقى واظب وأطلب أمران للنصح والإرشاد يعني أفعال أمر للنصح والإرشاد وانصح الشاعر فيه كل من يقرأ النص واظب عليه مجدا ده تعبير جميل يدل على أن طلب العلم يحتاج إلى الإجتهاد والعمل الدائم يبقى واظب عليه مجدا تعبير جميل يدل على أن طلب العلم يحتاج إلى الإجتهاد والعمل الدائم ولوعا ولوعا كلمة تدل على شدة الحرص على طلب العلم وترقى المقام الجليلة تعبير جميل يدل على الأثر الطيب لطلب العلم يعني إذا هتطلب العلم فهترقى أو هتصل إلى المنزلة العالية يبقى ده تعبير جميل يدل على الأثر الطيب لطلب العلم أتعب النفس أتعب ده برضو فعل أمر بس هنا الأمر للحس على الجد والاجتهاد في طلب العلم العلم للمجد باب هنا صور المجد ببيت والعلم باب لهذا البيت يبقى العلم للمجد باب تصوير للمجد ببيت والعلم باب لهذا البيت يامن يروم الدخول أسلوب نداء يحس على طلب العلم لتحقيق المجد يامن يبقى يامن ده أسلوب نداء يحس على طلب العلم لتحقيق المجد يسعى ويسهر دي أفعال المضارعة كنا خدنا أفعال المضارعة بتفيد إيه؟ برافو شطار أفعال مضارعة تدل على الاستمرار والتجدد في الطلب يبقى يسعى ويسهر فعلان مضارعان يدلان على الاستمرار والتجدد في الطلب تعالوا مع بعض كده نشوف الأسئلة اللي على النص إيه؟ أول حاجة من قائل النص وماذا تعرف عنه؟ قائل النص الشاعر محمد عبد المطلب وهو شاعر مصري عمل مدرسا وشارك في الحركة الوطنية وتوفي بالقاهرة عام 1931 ميلادية وله ديوان شعر ورواية تام السؤال الثاني بما صور الشاعر العلم في البيت الأول صور الشاعر العلم في البيت الأول أنه المعالي أي الرفع والشرف وأنه أفضل طريق وأحسن وسيلة لتحقيق ما يريد لما قال لنا إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلة يبقى المعالي أي الرفع والشرف أفضل طريق وأحسن وسيلة لتحقيق ما يريد طيب ماذا يحتاج طريق العلم؟ يحتاج إلى الصبر وقوة الإرادة لأن من يسير في طريق العلم سيواجه مصاعب كثيرة فعليه بالصبر وتحمل مشاقه أي مشاق العلم لماذا اختار الشاعر العلم وسيلة لتحقيق الشرف والرفعة؟ لأننا الآن نعيش في عصر يغلب عليه الاعتماد على التفكير العلمي في حل مشاكله وتخطي الصعاب يبقى الشاعر اختار العلم ليه؟ لأن احنا بنعيش في عصر بيغلب عليه التفكير العلمي يبقى لأننا نعيش الآن في عصر يغلب عليه الاعتماد على التفكير العلمي في حل مشاكله وتخطي الصعاب ما أنواع العلوم التي يمكن أن نطلبها كما ذكر الشاعر لابد من التزود بكل العلوم وأن لا يقتصر على علم واحد فقط فيجمع بين العلوم المختلف لازم أي حد يطلب العلم يجمع بين العلوم المختلفة ما أفضل شيء نصر من أجله؟ العلم طب ليه العلم أفضل شيء نصر من أجله؟ لأنه سبيل المجل في البيت الأخير من النص فكرة جميلة وضحة أنه من أراد العلاء والرفعة والمنزلة فعليه أن يصهر الليالي ويجتهد لأن العلم طريق المجد وسعادة الوطن يبقى علشان نوصل للعلى والرفع والمنزلة علينا بصهر الليالي والاجتهاد لأن العلم طريق المجد وسعادة الوطن تعالوا كده سنة خمسة مع بعض نشوف أسئلة على النص ده نحلها سوا التدريبات بتقول إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلة واضب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلة كن بالعلوم ولوعا ترقى المقامة الجليلة ما معنى المعالي؟ المعالي هي المنزلة العالية وممكن برضو المعالي تبقى معنى الشرف والرفعة وعلو المنزلة ومضاد واضب إحنا قلنا واضب يعني استمر طب المضاد بتاعها انقطع وجمع دهر دهور وأظهر طيب السؤال الثاني ما طريق الوصول للمعالي؟ برافو العلم هو طريق الوصول للمعالي في البيت الثاني أمر وضحه لما كنا قلنا الأمر كان إيه؟ عندنا فعلين أمر في البيت الثاني واضب واطلبه يبقى في البيت الثاني أمر وضحه واضب واطلبه الإضاحة بتاعه إنهم أفعلان أمر للنصح والإرشاد ما الجمال في العلم أهدى سبيلة؟ ده تعبير جميل صور العلم بأفضل طريق للوصول إلى المنزلة العالية والمرتفعة والشرف والرفعة بكده سنة خمسة نكون انتهينا من نص طريق المعالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا